الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون رسل لا يكذبون وأن الله أرسلهم أوحى إليهم أيدهم بالآيات وعلى صدقهم أدوا الأمانة التي اعتمنهم الله سبحانه وتعالى نصح الأمة أكبر نصح نصح الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام بلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغي and they propagated everything in totality that they were commanded to propagate جاهدوا بجميع أنواع الجهاد يعني بذلوا غاية الجهد في كل أنواع الجهاد they exerted as much effort and all the efforts possible to be exerted they fulfilled this نؤمن أن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام and we believe the first of these prophets is Adam may peace be upon him أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام and the first of the messengers is Nuh عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل نبيان محمد عليه الصلاة والسلام and the seal and final messenger and prophet is the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كفر كفرا أكبر they have disbelieved major disbelief ونكذبوا لابد and we deny them and go against them is a must والله أعلم